التقى محافظة محافظة أبيان أبو بكر حسين سالم المدير التنفيذي لمؤسسة يافع التنموية مدير مشروع طريق باتيس روسود خالد الحصني وخلال اللقاء تم مناقشة مواصلة العمل في طريق باتيس روسود وفي اللقاء أكد المحافظة على أهمية الأهمية التي يمثلها مشروع طريق باتيس روسود الذي عند إنجازه سيربط مديريات يافع في محافظتي أبيان ولحج كما سيسهل تنقل المواطنين في مديريات روسود وسرار وسباح إلى عاصمة محافظة أبيان لفتا إلى الدور الهام الذي تقوم به مؤسسة يافع التنموية وكل أبناء يافع لتحريك المشروع المتعثر مؤكدا أن قيادة المحافظة تولي كل الرعاية والاهتمام لهذا المشروع الحيوي الهام